السلام عليكم في الحال مكوستر جميل زمان الفيديو يجيب القناة من سلسلة تطور الاسطوري فبتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة قدمك وتمشترك وبتمنى انه نقدر نوصل اكبر عدد ممكن من لايكات فكل عادة عنا خمس لعبين لعب الاول اللي هو سمولنج التاني جيمس رودريجاز التالي بيدرو الرابع بيلران والخمس اللي هو سلمان الفرج فباسمن لا نبدأ من اللعب الاول عنه اللي هو هيكتور بيلران وانت شايفين اضعف بطاقة بالنسبة لله الكتور بيلران في خلال lesina بلابت فيفا اربطاش مع نادي арسنال كان عنده ستة وخمس! تخيل plutôt تسرع سبع وسبعين فكان يعتبر على سرته عادية جدا فعندك أربع وستين هاي بالطاقات هذه افضل الطاقة كانت اوة بلابت Firefox وطبعا عنها اقدوم بطاقة연ة changes فى خلال و 두�صدر بيوتو بطاقة aNQ بيليرين. آآ فعنا بالسرعة فرق واحد وعشرين. تخيل هيك فرق واحد وعشرين بالسرعة بس. والدريبلينج ايضا فرق واحد وعشرين. الباصات ايضا فرق آآ حوالي تسعة وعشرين. والدفاع اللي هي اهم طاقة عنده فرق اتنين وثلاثين. الصراحة تطور جدا جدا خرافي آآ بطاقات هكتور بيليرين من الاظهر الجدا ممتازين الصراحة. فهذا بالنسبة اللعب الاول. ننتقل على اللعب اللي بعده عنه اللي هو سطورة الجليشات بلابت فيفا 17 طبعا اللي هو كريس مولنج. طبعا متل ما انتم شايفين اضعف بطاقة بالنسبة لكريس مولنج كانت بلابت فيفا عشرة. آآ كان الرايتنج عنده 58 بس يعني تخيل كان ريتنج 58. فعندك الدفاع 62 افضل شي عنده افضل طاقة عنده. انتخيل كان دريبلينج 24 يعني شوف الفرق الرهيب. فشوت 23 فعنا آآ وبطاقة اللي هو بالالتومي التيم بلابت فيفا 16 بطاقة التيم اسطورية جدا الصراحة. آآ لكن من وجهة نظر انه البطاقة العادية هي السنة افضل منها البطاقة. من حيث الطاقات يعني هي البطاقة تعتبر اعلى. لكن داخل اللي بالصراحة هي السنة بطاقته العادية جدا جدا اسطورية كريس مولنج. فعندك الدفاع 93 الفيزيكل 89 والسرعة 83 تطور جدا خرافي صار بطاقات سمولنج عندك بالدفاع فرق واحد وتلاتين. آآ هذا بس بالدفاع بالسرعة فرق خمسة وعشرين شي خرافي يعتبر يعني طاقات سمولنج ارتفعت بشكل رهيب. وعندك ايضا بالدربلنج فرق يعني حوالي خمسين او اثنين وخمسين فالصراحة تطور جدا ممتاز بطاقة كريس مولنج لكن هاد الموسم يعتبر تراجع اذاؤه عن الموسم السابق فهذا بالنسبة لهذا اللاعب. ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه اللي هو سلمان الفرج متل ما انشايفين اضعف بطاقة بالنسبة لسلمان الخلف كانت بلابت فيفا تلتاش باول سنة يعني حطوه فيها دورة عبداللاطيوجميل او دورة السعودي بلابرت التيم او بلابة فيفا عفوا يعني بالالتيم. فعندك الرّاتينج اربعة ستين السرعة ستة وسبعين لدريبلنج تمانة وستين بقي الطاقات جدا عندي عندك الباصات ستة وستين وشوت اربعة واربعين فعنا ايه بطاقة اللي بلابة فيفا ستاشplan ممتازة جدا يعني عندك الطاقات كلها سبعين وفوق او يعني 71 وفوق فعن السراع 81 لدريبلنج 80 الباصات 78 تطور جدا ممتاز صار بتاقات سلمان الفرج فعندك بالسراع فرق خمسة بالباصات فرق 12 عندك ايضا بالشوت فرق 29 فعندك بالدريبلنج فرق 12 الصراحة تطور جدا ممتاز بتاقات سلمان الفرج وهذا بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللعب اللي بعد عنا ولي هو بيدرو ايضا بيدرو خسارة كبيرة كانت لبرشلونة خروجه يعني فعندك اضعف بطاقة اللوب لابت فيفا ايداعش الريتنج 82 طبعا خمسة واثمانين الصراع 84 والباصات الاتنين 77 فعنا او بطاقة اللوب لابت فيفا 13 البطاقة الخرافية جدا الصراحة مع نادي برشلونة ايضا فعندك الريتنج 87 فعنا والشوت الاتنين 88 الصراع 87 والباصات 85 فعندك بالشوت فرق ايداعش بالدريبلنج فرق 3 بالصراع ايضا فرق 3 بالباصات فرق 8 تطور يعتبر جدا ممتاز ايضا بطاقات وهذا بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللعب اللي بعد عنه اللي هو جيمس رودريجز من افضل خطوط الوسط بالعالم او صناع اللاب فعنا بلابت فيفا ايداعش طبعا الريتنج 76 اضعف بطاقة له بالالتيمت تيم مع نادي بورتو طبعا كان مركزه الاف فعندك السرعة 79 لدريبلنج 78 الشوت 73 والباصات و71 طاقة تعتبر يعني جيدة نوعا ما لكن ما هالطاقات الممتازة يعني طبعا فعنا فيفا 15 طبعا ايضا بطاقة له مع نادي ريال مدريد تقريبا كانت باول موسم له مع ريال مدريد كان مقدم شغل خرافي الصراحة فعندك الريتنج 92 طبعا عندك الباصات 92 لدريبلنج 91 الشوت 90 السرعة 86 والفيزيكل 80 فعندنا بالشوت فرق 17 عندك بالباصات فرق 19 وعندك بالسرعة فرق 7 بالدريبلنج فرق 13 تطور جدا خرافي الصراحة بطاقة جيمس رودريجز والموسم القادم طبعا راح يلعب بصفوف نادي بايرام يونيخ فمنتأمل انه يقدم اداء ممتاز فهذا كان بالنسبة لهذا اللعب وبالنسبة لهذا الحلقة من السلسلة التطور الاسطوري فبس شباب هيك تكون وصلنا لهاية الفيديو بتمنى ان الفيديو اعجبكم بتمنى ان دعوكم بزر لايك وتشترك بالقناة ماكن مشترك ورابط حسابي بتويتر تحت بالتسكريبشن بتمنى انك تروح بالتابعان عليه وزا عندك اي اقتراحات تكتبلي تحت بالتعليقات فبس هذا اللي كان عندي اليوم اشوفك على خير في فيديو جاي في امان الله